السلام عليكم شباب معكم علي اوتاكو جيمر اليوم رح نتكلم عن حقيقة عودة مايدس وجميع الأشياء قبل ما نبدأ يا أساطير ما بقينا شي لنوصل 25 ألف مشترك بتمنى من الجميع يشتركنا القناة ولو حابين تدعموني بشكل مادي ابتدروا تحطوا قوضل ايتم شوب اي واحد تسعة اللي ظهر أمامكم على الشاشة حاليا وهذا يكون أكبر دعم ممكن تقدموا لي وخلونا نفوت بالموضوع على طول طبعا شباب أول دليل معنا لعودة مايدس بإعلان الموسم نفسه هاي شخصية مايدس ونفس الكلمة وين كانت موجودة ونفس الصورة بإيه كمان موجودة بأحد المكاتب بحدث الدومز داي اللي كان هذاكي يوم النهاية تحدث يوم النهاية اللي صار بالشبتر الثاني السيزون الثاني بتابع سيزون مايدس إنه موجودة حرفيا نفس الصورة بالضبط فشي غريب هذا دليل نوعنا يعتبر قوي لعودة مايدس الدليل الثاني معنا اللي يا شباب لعودة مايدس هو هذا البيت تدخلوا عليه حتلاقوا هاي طبعا الستارة شو تكون سموها سموها المهم حتلاقوا وراها كرسي طيب الكرسي هذا تبع مايدس شو جابوا لهون ما بعرف طيب شو اللي أكد لينه كرسي مايدس لو رجعنا بالذكريات للموسم الثاني الشبتر الثاني رح نلاقي إنه بصفحة البت الباس اللي كنا نستعرف فيها سكر مايدس حتلاقوا نفس الكرسي بالمعنى الحرفي الدليل اللي بعد هيك لعودة مايدس طبعا هاي البوابة اللي موجودة بأحد المدن بالخريطة فيعني البوابة هاي اللي ما يعرفها لو شفتوا علان الموسم الثاني شوفوا ركزوا معي شوفوا لما تسكرت البوابة هيا فعليا نفس البوابة يا شباب وهذا يعتبر دليل قوي إنه ممكن السيزن الثاني يكون له علاقة بمايدس بالشابتر الخامس طبعا بهذا المكان على الخريطة لو تركزوا فيه رح تلاقوا فيه صورة الصورة هاي لمدينة الاجنسي اللي كانت موجودة بالسيزن الثاني بالشابتر الثاني من كتر الشابترات ستلخبط بالكلمات يا شباب إيش فيه فورتنايت حاجة شابترات المهم إنه مثل ما كم شايفين يعني ليش يحطوا كل هالدلائل ومايدس ما رح يرجع حيكون شي غريب الصراحة حاليا شباب هاي الدلائل اللي أنا شفتها بنفسي داخل اللعبة وانا عم بلعب موجودة داخل الخريطة فالصراحة ما بعرف عطونا رأيكم تحت في قسم الكومنتات طيب شباب وجهة نظري الخاصة بهالموضوع أنا شايف إنه مايدس نسبة عودته نسبة جدا كبيرة وأحد أسباب عودته بالنسبة إلي التلميحات هاي اللي حعرضت لكم ياها هلأ والسبب الثاني يلي أظن إنه فورتنايت عاد عم تلمح عليه من بعيد لبعيد بس ما حدف فهمان عليها ولكن علي أوتاكو جيمر هنا شباب فهمت عليهم ضغري أنا عشو عم بيلمحوا وإذا صار هذا التوقع حنصدم الصراحة إني أول مرة بتوقع توقعي وحتي هي صير فخلونا لكم نظريتي للموضوع نظريتي للموضوع شباب باختصار هي إنه فورتنايت حكيت إنه حترجع موسم أو جي مرة ثانية ولكن بطريقة مختلفة طيب لحظة كيف بطريقة مختلفة يعني هذا الشي معناته إنه ما رح يرجع سيزن أو جي أساسا ما في شي اسمه بطريقة مختلفة لأنه سيزن أو جي معروف أو جي الماب معروف أسلحته معروفه ما ينفع يحطوا طرق مختلفة ويغيروا الأسلحة وهيك شي ففكرت فيها شو بيسموها من خارج الصندوق قلت شلون لو رجعوا أو جي ولكن مو أو جي الأول أو جي شابتر الثاني لأنه مرة جدا بدها طويلة على الشابتر الثاني فإذا رجعوا فيعتبر أو جي برضو عرفتوا عليه كيف يا شباب فالفكرة إنه يعني ممكن تكون هذا الموضوع لعودة مايدوس والأشياء هاي اللي حطينها كلها ممكن تكون تلميح لعودة الشابتر الثاني بهاي السنة ممكن يكون على بداية السيزن الثاني تكون مناسبة جدا أسطورية يحطوا موسم أو جي الشابتر الثاني وهتلاقوا مايدس والأشياء هاي كلها موجودة داخل الخريطة والبوسات والخزنات والأشياء الأسطورية يلي كانت موجودة معنا بها داك الموسم والأحلى من هات كله إنه حيكون طور دائم فشو رأيكم بما أنه فورتنايت عم تحط التلميح حي فما في سبب مقنع لرجعتهم إلا النظرية اللي عم إلكم عليها لأنه إذا ما رجعوا ولا حطوا الأوجي شابتر الثاني فهن قاعدين يسوقوها باختصار شو هي كل الأشياء بيحطوكم أشجاء داخل الماب وهيك وتلميح وأشياء كثيرة وفي النهاية ما ينزل فهذا شيء مو منطقي نوعا ما ولكن المنطقي مثل ما قلت لكم وحتى مو منطقي إنه يرجعوا لداخل قصة الشابتر الخامس رح يرجعوا للشابتر الثاني وبالسيزون الثاني وبنفس الماب وبنفس كل شيء ونفس المدن ونفس كل شيء كان ولكن بهذاك الماب وهو هذا هو اللي بيقصدوه فورتنايت بشكل مختلف بعودة الماب أو جي بطريقة مختلفة وعطوني رأيكم بالتحط من النظرية لو صار هذا الشيء حيكون أفضل ولا يرجعوا للأوجي أو جي أحسن فعطونا رأيكم من تحت من خلال التعليقات وبس هو هذا وموضوع الفيديو اليوم أتمنى يكون عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك نشوفكم على خير في أمان الله